كلام وزير الأمن أفكدور لبرمن بأن الجبهة الداخلية في الشمال غير جاهزة لمواجهة مقبلة مع حزب الله أتى ليؤكد تقديرات الجيش الإسرائيلي في هذا المجال وليشعل تحليلات المعلقين والخبراء العسكريين حول الرسائل التي أراد لبرمن تمريرها من كلامه هذا إذا أردت الحديث عن استعداد الجبهة الداخلية فلا شك بأن الوضع الجيد جدا هو في منطقة الجنوب أما الوضع السيء جدا فهو في الشمال حيث لا استعدادات كافية محللون رأوا أن كلام ليبرمن يدق ناقص الخطر بالنسبة للجبهة الداخلية الإسرائيلية كلها التي قد تدفع ثمنا ضاهظا في أي مواجهة مع حزب الله هناك إجمعا على أنه في اللحظة التي ستطلق فيها الكابسولة الأولى في حرب لبنان الثالثة فأن كل من يسكن على مسافة أربعين كيلومترا شمالا حتى الحدود يجب أن يتراجع إلى الوراء إلى منطقة المركز والجنوب أعتقد أن ليبرمن كان متواضعا بعض الشيء فليس فقط خط الجبهة الشمالية غير مستعد بل معظم إسرائيل غير مستعد لمواجهة على الحدود الشمالية تصريحات ليبرمن تنقل بحسب خبراء الصورة الحقيقية للواقع على الأرض وتعكس خوفا إسرائيليا متزايدا من تعظم قدرات حزب الله العسكرية والعملانية حزب الله هو التهديد الأساسي على إسرائيل بسبب قدراته وأسلحته وتكنولوجيته وخبرته التي راكمها من الحرب في سوريا لذلك فإن مدلول كلام ليبرمن يجب أن يكون دراماتيكيا وأن يقلق قبل كل شيء سكان الشمال والخشية هي من اللحظة التي تبدأ فيها الحرب ويقوم حزب الله بإطلاق عشرات أو مئة صواريخ التي يفوق مداها قدرة القبة الحاددية حيث لا مفر من الأضرار رسائل ليبرمن بشأن قدرات حزب الله تقاطعت مع تقديرات رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية هيرتسي هاليفي الذي حذر من مواصلة حزب الله عملية تعظمه عبر تزوده بسلاح استراتيجي قد يكون كاسرا للتوازن